لماذا تشكل اللغة الألمانية عقبة أمام اللاجئين في سوق العمل النمساوي نعم نعم يعني بصراحة الأستاذ أمدوح هذا الخبر هام جدا أنه لماذا تشكل اللغة يعني فعلا تبقى اللغة الألمانية تبقى اللغة البلد التي هي مفتاح مفتاح البلد كاملا للوصول والولوج إلى شو إلى سوق العمل إلى الاندماج إلى المجتمع الاستطلاع الرأي الذي أطلقته إنفوغراد تقريبا يعني مع تزامن نشر هذا الخبر الذي جاء أعتقد قبل أسبوع من أقل من أسبوع 19 شهر يعني قبل خبس إلى ست أيام أو إلى ست أيام أعتقد السبت الماضي أو الأحد الماضي تم نشر هذا الخبر أجرينا الاستطلاع ما هي أكثر العقبات التي تواجهك أثناء البحث عن عمل فيها النمسا اللغة 49% أجابوا بأنها اللغة هذا الاستطلاع شارك به 1200 شخص يا أستاذ منضوح يعني هذا الاستطلاع بصراحة يعني يعتبر بشكل كتير كبير هو يعبر عن معظم أو جميع اللاجئين لأنه 1200 يعني هو الشرعية يكسبها الاستطلاع عندما يحصل على 600 فبالك عندما يحصل على 1200 مشارك فـ 49% أجابوا أو 50% يعني فعلياً أجابوا أن مشكلة اللغة 9% أجابوا بتعديل الشهادات 11% اشتكوا من ماذا؟ من مشكلة التمييز 141 شخص اشتكوا من مشكلة التمييز 7% قالوا أن من تغط السكن تسبب مشكلة في العمل 9% قالوا أن الفرص ضعيفة مقابل أن 4% قالوا أن مكتب العمل ليس لديه خيارات مثلاً مكتب يعني أكيد هذا بوجهة نظر يعني يوجد 60 شخص قالوا أن مكتب العمل ليس لديه خيارات 3% قالوا أنهم يريدون تأهيلاً إضافي و 6% فقط تخيل 61 صوت قالوا أنه بالعكس العمل متوفر ولا يوجد عوائق 6% من أصل 1200 شخص وهن فعلياً 61 صوت وفي السؤال الأخير أجاب 60 شخص أعتقد أو 16 شخص قالوا أنهم لا يريدون أن يعملوا أصلاً 16 شخص قالوا لا يريدون العمل لا يريد العمل فبالتالي طبعاً 2% نسبة قليلة جداً وهذا حقه بالاختيار ولكن أن 40% مشكلة اللغة و 11% كعلى نسبتين مشاكل التمييز و 9% هي مشاكل سؤال مفروض برضو كل واحد يشتغل على نفسه طبيعي بالتأليف بالتأليف يا سادة يا كرام اللغة ثم اللغة ثم اللغة حتى تستطيع الولوج إلى كافة كافة مفاصل هذا المجتمع اللغة الألمانية هي المفتاح للوصول إلى كافة يعني الأمور في هذا المجتمع برضو إذا أردت أن تتقي شرقاو من أعرف لغتهم شكراً فلورة طول شكراً فلورة طول